بعد سنوات من الانتظار أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي المتعلق بالبطاقة الوطنية للصحفي المحترف المرسوم التنفيذي الذي نشر ثلثاء في الجريدة الرسمية يشمل أكثر من 30 مدة تحدد كيفيات تشكيل اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها اللجنة تتكون من 11 عضوا تضم ممثلين عن وزارات الاتصال والداخلية والخارجية والعدل والمالية بالإضافة إلى ستة إعلاميين منهم ممثلين عن مديري وسائل الإعلام وفقاً للمادة الثالثة من المرسوم الذي يفرض على المترشحين لعضوية اللجنة استفاء شرط خبرة عشرة سنوات من الممارسة دون انقطاع المادة 26 من ذات المرسوم تخول للصحفي المحترف الوصول إلى المعلومة مع الاستفادة من تسهيلات لممارسة مهنته فيما يخص صحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لوسائل إعلام أجنبية المادة الرابعة تلزم أن يتحصل الصحفي المعني على اعتماد من السلطات الجزائرية إن كان نشر المرسوم في الجريدة الرسمية يحدد تنظيم مهنة الصحافة فإنه يبقي على عدة تساؤلات خاصة فيما يتعلق بالتفعيل الحقيقي لهذا المشروع وتكوين اللجنة المختصة ترجمة نانسي قنقر